اشتركوا في القناة التقدير والتقريب ايجا الراجل يقول لي لو انت جاي تجمع عددين 375 و114 اعمل لي الناتج بس بشكلين مرة بالتقدير ومرة بالتقريب واحدد لك النوع بالنسبة للتقدير كنا بنعمل ايه وكنا بنسمي ايه يا ادهم كنا بنقول التقدير بيتم من اخر خانة يسار اخر خانة 3 نسيب الثلاثة زي ما هي ونحط صفرين مكان الاحد والعشرات اوكاي طب بالنسبة للمية واربعتاشر نسيب المية زي ما هي وبدل الاربعة والواحد دول نحط صفرين بقت دي تلتمية ودي مية اجمع تبقى الاجابة ربع مية اللي عمله مستر حمد اسمه ايه يا ادم التقدير من اول خانة جهة اليسار لكل من العددين السابقين تعال بقى لو تقريب نفس العددين هم خدنا في التقريب الارقام البخيلة وخدنا في التقريب الارقام الكريمة وعرفنا ان البخيل من اول زيره واحد اتنين تلاتة اربعة والكريمة خمسة ستة سبعة تمانية طب عمو بيقولك قرب كل عدد لأقرب عشرة كنا بنعمل ايه يا مريم بدم لأقرب عشرة نحط صفر وشرط عندي العشرات اللي هي السبعة ونسأل اللي قبلها خمسة تدي واحد للسبعة ايوة تدي تبقى تمانية ودي التلاتة طب نجل المية واربعتاشر نحط صفر في البداية وشرط عندي العشرات الواحد والاربعة ينادب خيلة ما تديش نسيب الحداشر اجمع دول طلع ربعمية وتسعين الله ده النتج ده مختلف عندي يا مستر ايوة لان ده نتج التأدير لكن ده نتج التقريب طب لو ولد عايز يعرف انه الاحلى انه الاجمل ده ولا ده نقوله لازم تجمع دول فعليا خمسة واربعة تسعة سبعة واحد تمانية تلاتة واحد أربعة ربعمية تسعة وتمانين لكن ده ربعمية ياه ده المشوار ده بعيد يبقى التأدير مش حلو طب ده ربعمية وتسعين ده الفرق واحد ياه ده ده قريب جدا يبقى التقريب هو الأجمل هو الأحلى وهو الأدقة أدي أول استراتيجية نجي للإستراتيجية التانية اسمها استراتيجية التعويض وبدعكم كلكم للتركيز يا أولاد بيقولي لو أنا جيت أجمع سبعة وتلاتين زائد أربعة وعشرين ييجي ولد يقولك نكتب السبعة وتلاتين كده ونكتب الأربعة وعشرين كده ونجمع تاتا تاتا الأحد مع الأحد والعشرات مع العشرات الراجل قال إيه قال له لا أنا مش عايزك تجمع جمعة عادي أمال أنا عايزك تستخدم استراتيجية تساهل الإجابة طب عمل إيه يعني قالك بص للعدد الأول كام سبعة وتلاتين يقولك كان نفسك العدد ده يبقى كام يقوم يجي ولدي يفكر يقول أنا كان نفسي بأربعين شمعنى أزود عليه تلاتة ليه لإن الأربعين عشرات مقفولة تبقى سهلة في الجمع قالك إيه تسدق أن أنا ما عندش مشكلة أن أنا خليك وافق لك أن السبعة وتلاتين تبقى أربعين وأن أنت تزود تلاتة للتجميل والتحسين بس بشرط اللي أنت زودته هنا تنقصه من الأخ ده أنت زودت تلاتة وخلتها أربعين نقص من ده تلاتة يبقى واحد وعشرين بعد كده طرح أربعين بعد كده أسف إجمع لأنه عمليك جمع أربعين زائد واحد وعشرين طلعت واحد وستين ليه جماعيا سهلة لأن دي عشرات مقفولة يبقى اللي إحنا هنا زودنا نقصه هنا طب إيجا ولد قالك مستر حامد زود الأول وريجع نقص ما ينفعش نفس المسألة ونقصه بعدين نزود آه نفس المسألة هي سبعة وتلاتين زائد أربعة وعشرين إيجا ولد قال ده السبعة وتلاتين دي كان نفسي تبقى خمسة وتلاتين قال له ما فيش مشكلة أنت كده عملت إيه قال له نقصت اتنين قال له يبقى تيجي عند أخينا ده وتزود له اتنين يبقى ستة وعشرين إجمع دي ودي تطلع نفسي الإجابة يبقى الولد ده زود تلاتة نقص تلاتة طب الولد اللي هنا نقص اتنين زود اتنين يبقى عند جمع أي عددين وعايز استراتيجية التعويض تعمل إيه لو زودتي للعدد الأول نقص اللي زودته من العدد الثاني طب لو نقصت الأول لو نقصت من العدد الأول ارجع ضيفه للعدد الثاني يبقى في مسائل الجمع زود نقص نقص زود نفسي الفكرة كده استراتيجيتين نجي للإستراتيجية التالتة استراتيجية العد بقول لولد اجمع لي تمانية وتلاتين وسبعة كم زائد كم تمانية وتلاتين زائد سبعة يجي ولدي يقول ياه ده ده رقمين أحد وعشرات وده رقم واحد تيجي يا مستر نجمعها بالطريقة بتاعت سنة أولى وتانية إن أنا اعتبر الثمانية وتلاتين دي في مخنا وطلع على إيدي سبع صوابع أهم ايد فيها خمسة وإيد فيها اتنين يعني المجموع بتاعهم كام سبعة ونزود سبعة بعد الثمانية وتلاتين نعد من بعد الثمانية وتلاتين تسعة وتلاتين أربعين واحد واربعين اتنين واربعين تلاتة واربعين أربعة واربعين هبا وصلنا خمسة واربعين اسمها ايه الطريقة دي طريقة العد نعد من بعد العدد الأكبر بعدد مين المرات بتاع الصغير تمانية وتلاتين زائد سبعة طلعت 45 واسم الاستراتيجية استراتيجية العد طب امتى نعملها لو كان الاخ ده كبير وده ارقام صغيرة تقدر تعدها بسهولة تعالى بقى الاجمل استراتيجية اسمها ايه استراتيجية التحليل والتجميع انا بقول لولد اجمعلي ربعمية تمانية وتلاتين زائد تلتمية واحد وخمسين قال لي الله ده ده تلات ارقام وده تلات ارقام تيجي نعمل حركة جميلة يا مستر حامد ايه هي قال لك نفك كل عدد من دول بالصيغة الممتدة بالصيغة الممتدة اللي هي تمانية احد بتمانية تلات عشرات تلاتين اربعة بأد بربعمية واعمل زيها في النحية التانية طب بعد ما اعمل كده خد الاحد اللي هنا والاحد اللي هنا اهو مش ده العدد الاول تمانية احد تمانية هنا تلاتين هنا ربعمية طب وده تلتمية واحدة واحد احد واحد خمسة عشرات خمسين تلاتة مئات تلتمية طب بعد ما فكده وفكده خد الاحد من هنا والاحد من هنا تمانية زائد واحد ودي الاجابة تسعة التانية تلاتين وخمسين ودي الاجابة تمانين طب التالتة تجميع الميات ربعمية وتلتمية والاجابة السبعمية طب عايزي الاجابة النهائية خد التسعة حطها احد التمانين تبقى تمانية عشرات السبعمية تبقى سبعمئات جمع العدد ترجع للعدد الاصلي نتج الجمع امتى لو جمعت خانات الاحد والعشرات والمئات علشان كده اسم الخاصية التحليل والتجميع يلا نشوف امثلة على استراتيجيات عملية الجمع اول واحد بيقول لي استخدم استراتيجية العد العد يا ولاد اربعة واربعين زائد تسعة من الكبير الا اربعة واربعين في مخنة وطلع تسع صوابع وعدي تاتا تاتا هيطلع لك تلاتة وخمسين خمسة وعشرين زائد سبعة دا دي رقمين ودي رقم الخمسة وعشرين في مخنة وعدي سبع صوابع هيطلع لك الاجابة تنين وتلاتين ياه دا دي تلات ارقام ودي رقم المية تسعة وعشرين في مخنة وزود ست صوابع مية وتلاتين واحد وتلاتين اتنين وتعد هيطلع لك الإجابة مية خمسة وتلاتين وهكذا كده أنا شرحت أجزاء من التدريب الأول تعال معي للتدريب الثاني عمه بيقول لك استخدم استراتيجية التعويد عارف يعني إيه التعويد؟ شيل من ده حط في ده زود لي ده نقص من ده إزاي؟ تسعتاشر زائد سبعة تقوم تجي مريم تقول يا خسارة مالك يا مريم كان نفس التسعتاشر دي تبقى عشرين لي يا مريم؟ تقول لي أصلي كانت الجمعة يبقى سهلة أقول لها والله ما نمزع عليك خلي التسعتاشر عشرين عملت إيه يا مريم؟ تقول لي زودت واحد طب اللي انت زودت تعميلي إيف ده تقول لي نقصي الواحد خلي ستة طب لما مريم تيجي تجمع عشرين زائد ستة ستة وعشرين شفتوا الجمعة تم بسهولة إزاي؟ لأنها كونت عشرات مقفولة شفتوا إزاي؟ طب دي مية أربعة واربعين زائد تسعتاشر مين اللي كان نفسك تحليه؟ يجي ولد يقول يا خسارة كان نفس التسعتاشر دي تبقى عشرين أقول له والله ما نمزع عليك بدل التسعتاشر اكتب عشرين عملت إيه حبيبي؟ يقول لي زودت واحد أقول له طب هتعمل في إيه ده؟ يقول لي الواحد اللي زودته ننقصه من ده بدل مية أربعة واربعين يبقى مية تلاتة واربعين لما يجي يجمع دول هيطلعوا الإجابة مية تلاتة وستين بسهولة لإن دي عشرات مقفولة طب واحدة كمان تسعة وستين يخسارة كان نفس تبقى سابعين وزود له واحد اعمل اللي في نفسك طب بدل الخمسة نقص واحد خليها أربعة سابعين واربعة أربعة وسبعين اللي زودته هنا رجعت ونقصته هنا أدي استراتيجية الجمع وهسيب لك الباقي في التدريبات اللي بعدها استراتيجية التحليل والتجميع اللي هي نفك كل الأحد مع الأحد والعشرات مع العشرات والميات مع الميات كأنك بتعمل اطباق ناخد واحدة يلا ناخد واحدة الأحد هنا أربعة والأحد هنا واحد يبقى أربعة زائد واحد في طبق وعمل زائد سندويتش جديد هنا واحد بعشرة وهنا خمسة بخمسين يبقى عشر زائد خمسين وعمل زائد وطبق جديد للميات هنا اتنين في الميات بمتين زائد ستة في الميات بستمية بعد كده نجيب إجابة لطباق أربعة واحد خمسة زائد عشرة وخمسة عشرة وخمسين ستين زائد متين وستمية تومنمية قادي العدد مفقوق بالصيغة الممتدة طب عايزي التجميعة خمسة في الأحد بخمسة والستين ستة عشرات والتومنمية تمانية مئات قادي طريقة الفك نروح لسؤال آخر بيقول لي صلي النواتج المتساوية وقول لي اسم الاستراتيجية دول تلات أرقام وده رقم يبقى نخلي ده في مخنا ونعب السبعة طب الإجابة هتطلع كام مية ستة وتسعين وسبعة هتطلع الإجابة ميتين وثلاثة أهي طب أنا استراتيجية هتطد دول في مخي وعدد دول يبقى استراتيجية الايه استراتيجية العد أهو طب دول تلات أرقام وثلات أرقام نجمع أحد مع أحد وعشرات مع عشرات ومئات مع مئات يبقى دي طريقة ايه يا جماعة طريقة ايه التحليل والتجميع طب نجمع دول ونطلع الإجابة روبتلت مية خمسة وعشرين ومية أربعة وسبعين لو جمعتهم هتلاقي الإجابة دي والاستراتيجية هتبقى استراتيجية التحليل والتجميع طب نجي للي بعدها مية تسعة وتلاتين يخسارة كان نفسي تبقى مية واربعين زود واحد وده النقص واحد يبقى خمستاشر لو جمعناهم مية خمسة وخمسين طب عملت ايه اشتلت وحطيت يبقى استراتيجية اعرف بقى الأسامي التعويض قادي التوصيل الجميل آخر سؤال في عمليات استراتيجيات الجمع مية تسعة وستين زائد سبعتاشر نعمل ايه في المية تسعة وستين نقول يخسارة لو زادت واحد كانت بقت مية وسبعين يبقى انت زودت الدي واحد نقص الواحد من دي نخليها ستاشر اجمع دي زائد دي بسهولة تبقى مية ستة وثمانين بدا مشتلت وحطيت او نقصت وزوت يبقى اسمها استراتيجية ايه عشان عمه عايز الاسم التعويض تسعة وتسعين زائد اربعة وسبعين يجي ولد يقول يخسارة كان نفس التسعة وتسعين دي تبقى مية زودت لها واحد نقص الواحد من دي تبقى تلاتة وسبعين ارجع اجمع مية زائد تلاتة وسبعين تجمع بسهولة بدا مزوت وينقصت تبقى نفس الاستراتيجية التعويض مية خمسة وعشرين وسبعمية تلاتة واربعين ده دول تلات ارقام ودول تلات ارقام بتاعت الساندويتشات يا ولاد ساندويتش للاحد مع بعض والعشرات مع بعض والميات مع بعض وطلع الاجابة اسمها خاصية ايه واستراتيجية ايه التحليل والتجميع بدم كل خانة لوحدها مع اللي شبهها مية وطمنتاشر مية وتسع تاشر لو ولد قال ده انا نفسي دي كانت تبقى مية وعشرين اقول له اكتب اللي في نفسك طب بدل المية وطمنتاشر ننقص واحد تبقى مية وسبع تاشر وبعد كده باسف مية وسبع تاشر وبعد كده اعمل ايه وبعد كده طلع الاجابة بتاعتك واما تطلع الاجابة بتاعتك طلع الناتج وما تنساش تكتب اسم الاستراتيجية انت هنا زودت واحد ورجعت نقصت واحد يبقى استراتيجية التعويض يجي ولا بيقول طب افرد يا ميستر خدت الاحد مع الاحد سندويتش ويدي سندويتش ويدي سندويتش اقول له ساعتها كنت هتقول خاصية التحليل والتجميع واللي اتنين يوصلونا للاجابة الصحيحة وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي وإنسا